لنا اليوم أن نتوقف عن الشعور بالغربة فكيف نشعر بها وأيُّبُ الوطن حاضرٌ بيننا كيف نشعر بها وأيُّبُ الوطن حاضرٌ بيننا كما كان حاضراً في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة من قبل ففي طفولتنا مثلاً حين كانت أمهاتنا يُقذننا من النوم لتناول طعام الإفطار تعودنا أن يُقدِّمنا لنا طبقاً ممتلئاً بأغانيه الشهية قبل تقديمهن لأطباق الطعام فتتفتح شهيتنا على أنغامه كوردةٍ برية كنا نتناول الطعام وكان أيُّبُ يُغني لنا فنتذوق في قرص الخبز سنابل الحقول التي سقتها أغانيه ونطعم في كاسات الشاي نكهة الصباح الذي تُشرق شمسه كأغنيةٍ من فمه كنا نتناول الطعام على أنغام أغانيه بنهمٍ حتى نشبع نشبع من تناول الإفطار ولكننا لا نشبع من أغاني أيوب بعد الانتهاء من تناول الطعام كانت جداتنا رعاهنا الله يقومنا باستحابنا إلى الحقول إلى حقول القرية من أجل الحصاد وكان أيُّبُ يُرافقنا إلى هناك وفي الحقل يُغني لنا يا حاملات الشريم واطلِّ فوق الحشائش ومعطرات الزنان فوق الصدور الزراكش هيسبقين الطيور وغرَّدٍ في الغباشش لوِّن حشيش البكور وطوِّن سبلع المحاجش ومن ندى الغيم رششين قليب والهان عاطش كبرنا كبرنا وأدخلنا أباؤنا المدرسة وهناك كان أيُّبُ أول من يستقبلنا نقف في طابول المدرسة الصباحي فيغني لنا ردِّدي أياتها الدنيا نشيدي ردِّديه وأعيدي وأعيدي فنردِّد من خلفه وصوته الشجي يهز قلوبنا فتُرفرف كعلم البلاد أعلى شارية المدرسة كبرنا أكثر وانتقذنا من الريف إلى المدينة وكان أيُّبُ حاضراً معنا كعادته يُذكِّرنا بأيامنا الخالية في القرية حتى لا ننساها في زحام المدينة يُذكِّرنا بتغاريد العصافير حتى لا تُتوهُ أرواحنا في ضجيج السيارات وضوضاء الأسواق يُغني فتنساب السواقي من خيالنا من خيالنا على إسفلت المدينة تماماً كأغنيةٍ تنساب من أوتار عوده كبرنا أكثر وأصبحنا شباباً بقلوبٍ ضامئة حينها كان أيُّبُ معنا كما عودنا دائماً يسقي قلوبنا بالأغاني فتنمو كزهر الأودية وتفوح منها مشاعرنا كعطر المشاقر في جدائل الرائيات وحين وقعنا في الحب وحين وقعنا في الحب وحين وقعنا في الحب كان أيُّبُ معلمُنا فيه حبيت حبيت ما شي حلمت أو ترائيت ولا أتمنّيت يا ريت حبيت يا ناس حبيت وأنا مع الحب في بيت فقطفنا أغاني الحب كباقة وردٍ من فمه فقطفنا أغاني الحب كباقة وردٍ من فمه أغنيةً أغنيةً وردةً وردةً وقدمناهن هدايا لحبيباتنا وحين غبنا وحين غبنا عنا وحين غبنا عنا وشعرنا بالشوق إليهن كان أيُّبُ إلى جوارنا يغني ويواسينا مهما يلوّعني الحنين شاصبر وراعي لك سنين واعطيك كل العمر ما قامك على عهدك أمين وفي اللقاء وفي اللقاء كانت حبيباتنا يسألنا كم نُحبُّهن فيجيب أن يُبُّ على شفاهنا لك أيامي لك أيامي وأشواقي وحنيني لك أهات فؤادي وشجوني أنت روحي أنت ما لم لمته من من العمري وأحلام السنيني كبرنا أكثر وصارت لنا أحلامٌ منها تكوين أسره ومن أجل ذلك قررنا الإقتراب وكان أيُّبُ كعادته معنا يُرافقنا في طريق الصبر يحمل الحقائب معنا ويُغني بالله عليك ومسافر لا لاقيت الحبيب بلّغ السلام إليه وقلّه كم بات غيب وحين وصلنا إلى المنفى ظلّ يُذكّرنا بأحبّتنا الذين تركناهم خلفنا فيُعاتبُنا نيابةً عنهم ويُغني ما شاش مكتوبك ولا الصدارة قصدي تعود حتى ولو زيارة فيزيدُ نار أشواقنا فيزيدُ نار أشواقنا اشتعالاً وحين تُنهِكُنا الغُربة ويُتعِبُنا الركضُ خلف الرزق في شوارع المنفى يُغني لنا جوّال، جوّال، جوّال هنا وهناك في عيوني طايفة مال ثم يُغني، ثم يُغني دايم زماني أنا بينهم جفاهم غلايب ما دُقّ طأمهم سآده ميّان لهم إز من فارق ديارهم حبايب وكيفي هناه زاده فنحاول الصمودة أمام أغانيه ومقاومة الشعور بالغربة الناتجي عنها فيحثُّنا على العودة ارجعلي حولك كم دعك تُسقيه ورد الربيع ورد الربيع ملّه سواكي جنيه والزرع أخضر والجهيش بالأحجان فنعود نعود لنتزوج بحبيباتنا فيكون أيوب أول الحاضرين في أفراحنا يَزُفُّنا عروسنا بين الحلي لو إلا واحد تبتلي، اتعوذي ألا بسمني مُحوّطة، لا تخيّلي يَزُفُّنا إلى باب منزلنا يَزُفُّنا إلى باب منزلنا الجديد وحين يأتي الضيوف في اليوم التالي لتهنئتنا يفتح الباب لهم أيوب، أي شيء قدره قدر ضيوفي غير تاريخي وأمجاد سيوفي وفي ليالي الحب كان يُشعل الشموع لنا ويُغني مهنى حبيبي واستداري لحوم كأن عندي كل ضوء النجوم كبرنا أكثر، وصار لنا أولاد وكنا نراهم يكبرون في بلادٍ غير تلك البلاد الجميلة التي غنّى لها أيوب حينها قررنا البحث عن ذلك الوطن الذي عشقناه وعرفناه من خلالها فثرنا، ثرنا وحين خرجنا إلى الشوارع كان أيوب في الصفوف الأولى معنا بل كان هو من يقودنا يهتف ويُغني هذه يومي أسير في ضحاها ونسير كالضوء خلفه نسير كالضوء خلفه وحين يُصيبون التعب يُنعِش أرواحنا بأغنية مواكب الزحف نحو المجزي دينا واثبًا إليه وزيدي من تحدينا وذكري متناسينا وناسينا أنّا على الدرب لازلنا يمانينا يسقط الشهداء في صفوفنا نُشيِّعهم ويشيِّعهم أيوب معنا يُذكرنا أن لا نسادمهم ويصدح من حق كل شهيدٍ أكد القسم على الفداء وسقى أرض الكفاح دم أن لا نُضيع له عهدًا ولا ذِمَما وأن نسير على النهج الذي رسم لنستمر بالثورة في وجه الظالمين لقد كان أيوب حاضراً معنا في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة في الحب والثورة في الشوق واللقاء في الغربة والوطن وأهل الأوان لأن نُبادله الوفاء ونكون معه أحبك يا أيوب Bugnات أحبك بودية أدنت أحبك بودية أيب Well آن أعتدت اشتركوا في القناة